ألستر، هايبر دوش سيكلون، أوفران أدر، جولدنبوه هاري 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 هو بديه غلور غلوري في هذه المرة وضمن المنافسات المرتقبة أرادت استهداف جميع الجماهير ومن جميع الفئات وذلك لشعبية بضر هاري الكبيرة وكذلك شعبية أليستر أوفران الواسعة نزال من العيار التقيل ومن المقرر أن يجمع بين أليستر أوفران وبدر هاري للمرة الثالثة ومعروف أنهما تواجه مرتين سنة 2008 وسنة 2009 المرة الأولى وبالضبط بليابان سنة 2008 يفوز أليستر أوفران بالضربة القادية في الجولة الأولى وفي نفس المكان بالليابان سنة 2009 ينتصر بضر هاري وبالضربة القادية كذلك وفي الجولة الأولى وفي الحقيقة هذا يعتبر تعادل وبكل مقاييس في نفس المكان وفي الجولة الأولى وبالضربة القادية وسنرى مستقبلا إن شاء الله إذا تمت هذه النزالات من يمكنه التغلب على الآخر في النزال الثالث والذي كما ذكرت من المقرر أن يكون نزال قوي وخصوصا أن شهرة بضر هاري وأليستر أوفران يعني شهرة كبيرة ولديهما شعبية كبيرة وأما بعض المصادر الهولندية فوصفت هذا النزال بالنزال الكلاسيكي وكذلك وفي نفس الأمسية من المقرر أن يواجه العملاق جمال بن صديق الروماني بنجامين أديكبوي وهذا نتكلم عنه في فيديو مقبل ولكن اليوم ركزت فقط عن هذا النزال أو التولاتية بين أليستر أوفران وبضر هاري ونتمنى أن تتم هذه النزالات وليس كالسابق عندما تقررت مواجهة أليستر أوفران بريكو فيرهوفن ولكن بعدها ينسحب أليستر بسبب الإصابة وللإشارة فإن أليستر عندما كان يريد مواجهة ريكو قال أنه يجب عليه اتباع الطريقة الأولى لأنه انقطع عن الكيكبوكسينج لفترة تقريبا عشر سنوات كان يلعب فقط في الفنو القتالية المختلطة فقال أنه يجب عليه أن يتعود على الطريقة الأولى والتي تعتمد فقط على القتال وقوفا كان هذا هو موضوع الفيديو أيها الأعزاء من فضلكم لايك وترك تعليق من من المتوقع أن يفوز بالنزال أليستر أم باذر شكرا على حسن المتابعة ونلتقي في فيديو قريبا إن شاء الله والسلام عليكم